يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر عارف ما هو أقرب للخيال لما يتحقق في بلدك عارف لما تبقى موجود في أماكن كتيرة في العالم ويتقول ياه لو ده موجود في بلدي عارف لما يكون الموضوع صعب لدرجة انه ما ينفعش يخلص في يوم ولا في شهر ولا في سنة ولا في عشرة ويخلص في وقت قصير جدا انجاز كبير جدا بأياد مصرية حصل في العاصمة الإدارية الجديدة مدينة أولمبية عظيمة مدينة أولمبية لو بكرة قلنا يا أولمبيات لو قلنا عايزين نستضيف أولمبيات تستطيع هذه المدينة أن تستضيف أولمبيات في مصر استاد عالمي استاد زي ما كنت بقول في الانترو كده ما يقلش عن البرنبي والكامنو وويمبلي والترافورد وقال ينزئرينة كل الاستادات العالمية ديت أنا كان لها الحظ إن أنا زرت بعضا لستادات العالمية وكان لها الحظ الأكبر إن أنا رحت استاد مصر اللي في العاصمة الإدارية الجديدة وصورت فيه وشفت قدي إيه في بلدنا استاد هو واحد من أفضل لستادات في الكرة الأفريكية اللي لم يكن أفضلها وواحد من أحسن الملاعب اللي في العالم صالة مغطاة عظيمة تراك للخيل عظيم كل الألعاب الأولمبية هتلاقي لها أماكن وملاعب ومعسكرات وفنادي وكل التفاصيل الممكنة موجودة هناك بجودة محترمة وهنا هقف بقى لحظة احنا روحنا صورنا هناك وعملنا جولة فقط الأخيرة النهاردة في البرنامج هتشوفوا كل التفاصيل ديت وانت بتتفرج هتبقى فرحان وفخور وراسك للسماء إيه ده؟ هو الكلام ده بلدي هو الكلام ده في مصر صحيح؟ أوه بلدك في مصر واللي عملوه رجالة بلدك احنا صورنا مع المهندسين أنا تعمت اللي احنا لما نروح هناك أصور مع الناس اللي عملت الإنجاز العظيم ده الناس دي أبطال الناس دي نجوم لما سمعت تفاصيل وده اللي ممكن ما تلاقهوش في الحوار ده اللي خلف ما هو الحوار خلف الكواليس يعني الناس دي تعبت قوي الناس دي صبح ودهر وليل كانوا بيعملوا الإنجاز ده الناس دي كانوا بيتبات هناك كانوا عاملين معسكرات هناك مهندسين وعمال وناس عشان يطلعوا جودة عظيمة لما سألت في الكواليس هو أنتو إزاي يعني الموضوع متعب جدا وفيه إنجاز عظيم وتفاصيل علمية مرعبة جدا عشان تعمل ملعب ضخمة زي دي ملعب يضغط بشكل معين ملعب بعدد مدرجات كبير يعني تفاصيل كبيرة ومعقدة جدا هتسمعوها واتعرفوا التفاصيل دي بس يقولك إنه إحنا كنا بنعمل ده ده في الكواليس كانوا بيقولوا كده إحنا بنعمل ده بحب حسين إحنا بنعمل لبلدنا لما سنين قدام وناس كتيرة قدام تتحدث عن الإنجاز العظيم دوت البنى العظيم ده هيقولوا إنه كان فيه أبطال هنا عملوا الكلام ده احنا كنا بنعمل ده بحب حسين إحنا بنعمل انتصار عظيم لبلدنا الفكرة دي الإحساس دا والشعور دا عندهم خل الموضوع يطلع بحب عظيم جدا وبجودة محترمة جدا عادة وفي الغالب يعني في سنوات كثيرة ماضية كنا بنحاول نتعب ونكتهد ونشتغل بس بننسى فكرة الجودة اه مهم انك تتعب بس مهم جدا ان انت بتتعب تدينا حاجة جودة كبيرة جودة عالمية لحصل في المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة جودة عالمية حرفيا تسمع انت كلمة جودة عالمية دي كتير بس دا فعلا جودة عالمية يعني لما هيجي حد من اي مكان في العالم يزور المدينة الأولمبية دي هيقولوا ايه دا دا احسن من اللي موجود في بلدنا تخيل لما يتقال انه اللي تعمل في مصر دا احسن من اللي موجود في بلدنا لو ناس اوروبيين مثلا هيقولوا كده انا مش ببالغ انت طبعا هتشوف ده دلوقتي واتعرف اللي انا مش ببالغ حاجة في منتهى العظمة حاجة في منتهى الجمال حاجة تخلينا فخورين وراسنا مرفوعة للسماء انا بشكر كل الناس اللي خططت وفكرت واللي اشتغلت وتعبت عشان يطلعونا هذا الصرح العملاق العظيم جدا اللي مصر هتستفيد بيه للأبد مش لسنين قدام للأبد